دعا أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية الدكتور إبراهيم الجازي إلى ضرورة جمع ورصد الأدلة التي تدينه مستخدمي الأسلحة الكيموية ضد المدنيين مضيفا أن قانون حظر استخدام الأسلحة الكيموية أثناء الحروب ينسحب على الدول التي وقعت على المعاهدة الدولية أو لم توقع وحقيقة في مجال الأسلحة الكيموية تحديدا قواعد القانون الدولي العرفي قد أيدت بأن هذا الحظر شامل سواء الدول وقعت أم لا توقع ولكن حاليا نجد أن الجل الأعظم من دول العالم قد التزمت فإذا هناك تساوي في ناحية الالتزام لأنه أصبحت جزء لا يتجزأ من قانون الدولي العرفي سواء الدولة وقعت أم لا توقع فهذا سلاح ضار يؤثر على البيئة أو يرثر أبدا أثر على الإنسان ويؤدي إلى أضرار بدنية شديدة وألام لا لزوم لها بحسب نص القواعد الأساسية للقانون الدول الإنساني اللي مشمولة في اتفاقيات جينيف الأساس من ذلك أنه أنا أؤيد ما أتى به الدكتور الضيف حقيقة بجمع الأدلة لأنه حتى لو لم تكن هناك آلية قانونية ناجعة الآن بالمضي في قضية التحقق والتحقيق في هذا المجال والمحاسبة فلا بد من أنه رصد وجمع هذه الأدلة إلى أن يتم ذلك ضمن الأطر القانونية الصحيحة